رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا الخاتم الأمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله والأصحاب ما لمع صراب وهمع سحاب وكرئ كتاب سيدي أوليتني نعما أبوء بشكرها وكفيتني كل الأمور بأسرها فلأشكرنك ما حييت وإن أمت فلتشكرنك أعظم في قبرها وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن المكارم والشمائل والتقى جمعت بأحمد في البيان الراقي يعلو بكل فضائل ومحاسن فوق الوراك النجم في الآفاقي فتباركت كل البلاد بهديه وتطهرت من لوسة ونفاقي صلى عليه الله ما فاح الشزا متعطرا بمكارم الأخلاقي أيها الأكارم يطيب لي في هذا اليوم الميمون المبارك وفي هذه الجمعة الغراء أن أحدثكم في خطة بعنوان وما يدريك عن فعل الكلام وما يدريك عن فعل الكلام أيها الأكارم هل تعلمون أن للكلمات وقع وفعال قد يكون أشد أحيانا من وقع الحسام والسنان خاصة إذا كان من يجرحك بلسانه هو من ترتجي عنده الطرياق وترتجي منه الجبر وقديما قالوا وظلم ذوي القرب أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهندي لذلك أقول أيها الأحبة إن الناس في حاجة لكلمة طيبة أشد من احتياجهم لرغيف الخبز لأن رغيف الخبز يسد جوع معدة ولكن الكلمة الطيبة تسد جوع عقل وقلب أقول مرة ثانية الناس في احتياجهم لكلمة طيبة أشد من احتياجهم لرغيف الخبز لأن رغيف الخبز يسد جوع معدة أما الكلمة الطيبة تسد جوع عقل وقلب معجزة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن عصى كعصى موسى ولم تكن ناقة كناقة صالح عليه السلام ولكنها كانت كلمات هذه الكلمات هي كلمات القرآن الكريم التي أنارت عكولاً وهزبت سيوفاً وفتحت قلوباً وحولت رعاة الشات والأغنام إلى سادة الأمم والأمصار هل تطلبون من المختار معجزةً يكفيه شعب من الأموات أحياه لذلك علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الكلمة الطيبة صدقة وقال سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسناً وقال الله عز وجل وكل عبادي يقولوا التي هي أحسن وكل عبادي يقولوا التي هي أحسن لذلك رسالتي إليكم أيها الأحبة في هذا اللقاء المبارك ألا تستهينوا بالكلمات وبفعل الكلمات بكلمة واحدة يدخل الإنسان في دين الله عز وجل بكلمة واحدة يخرج الإنسان من دين الله عز وجل بكلمة واحدة ينال رضوان الله وبكلمة واحدة ينال صخط الله قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن العبد لا يتكلم الكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله عز وجل بها درجات يوم القيامة وإن العبد لا يتكلم الكلمة من صخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم وكما جاء عند الإمام الترمزي من حديث معاز بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاز أمسك عليك هذا وأشار إلى لسانه فقال يا رسول الله أوإنا لمؤاخذون بما نقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم سكلتك أمك يا معاز وهل يكب الناس في النار على وجوههم وفي رواية على مناخيرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم فالزواج بكلمة والطلاق بكلمة والحرب بكلمة والسلم بكلمة فإياكم أن تستهينوا بالكلمات هل تعلموا أيها الأحبة أن عبد الله بن عباس حبر الأمة استطاع بسبب الكلمات وبحجته أن يرد سلاسة آلاف من الخارجين على الإمام علي في ليلة واحدة ذهب إليهم وناظرهم فرد منهم بكوة الكلمة سلاسة آلاف خارجي كوة الكلمة أيها الأحبة كم من مجالس عقدت ثم انفضت هذه المجالس وطعن أصحابها في قلوبهم لما انفض المجلس بقيت الطعن في القلوب جراحات السنان لها التآم ولا يلتام ما جرح اللسان وجرح السيف تدمله فيبرأ ويبقى الدهر ما جرح اللسان كم من فتاه لوسوا شرفها وعرضها ربما تعرضت للقتل بل ربما كتلت بسبب أناس تحدسوا في عرضها وشرفها وتناسى هؤلاء أن من تكلم في الأعراض نال من الله الإعراض من تكلم في الأعراض نال من الله الإعراض كم من موظف أيها الأحبة فصل من عمله وفقد لقمة عيشه بسبب موظف أساء إليه وتكلم في وشاية عنه وتناسى هؤلاء أن من هتك سمعة إنسان كمن هضر دمه من هتك سمعة إنسان كان كمن هضر دمه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله يوم القيامة رضغة الخبال قالوا وما رضغة الخبال يا رسول الله قال عصارة أهل النار قال عصارة أهل النار كم من صداقة عزبة تحولت إلى عذاب بسبب كلمة نميمة نقلت من هنا أو من هناك لذلك رسالتي إليكم أحبة أيها الأحبة في هذا اليوم المبارك انظروا إلى كلماتكم انظروا إلى ما تسطرونه حتى على مواقع التواصل إنسان يكتب ولا يبالي ربما سبحان الله أعرج على هذا سريعا إنسان سمعنا عنه أنه حدث له كذا بدون بينه تكتب وتنشر ولا تعلم أنك اغتبته بهذا وأنك مسؤول أمام الله عز وجل لذلك انتبهوا أيها الأحبة إلى صحائفكم وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الظهر ما كتبت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء يصرك في القيامة أن تراه لا تستهين بالكلمات أيها الأحباب كم من شجرة زرعت بسبب أن هناك أناس قالوا ازرعوها كم من آبار حفرت بسبب أناس قالوا احفروها كم من طرق شقت بسبب أناس قالوا شكوها بل كم من كتب ألفت بسبب أناس قالوا ألفوها هل تعلموا أيها الأحبة أن صحيح البخاري ما ألف إلا بسبب كلمة واحدة كان الإمام إسحاق بن رهويه رحمه الله يجلس مع تلاميذه وقال يا أبنائي من منكم ينشط لجمع الصحيح فوقعت هذه الكلمة في قلب محمد بن إسماعيل البخاري فنهض البخاري وجمع لنا صحيح السنة صحيح الإمام البخاري بسبب كلمة واحدة لا تستهينوا بالكلمان هل تعلمون أن علم الدنيا وشمسها الإمام المحدس الكبير إمام الجرح والتعديل الإمام محمد بن شمس الدين الزهبي ما صار محدسا إلا بسبب كلمة واحدة الإمام البرزالي شيخه سبحان الله اليوم نعرف الزهبي ولا نعرف البرزالي أصلا الإمام البرزالي طلب منه خطابا فكتبه بخط جميل وجاء إليه فنظر إليه البرزالي وقال يا محمد إن خطك جميل إن خطك يشب خط المحدسين فوقعت الكلمة في صدر الإمام الزهبي فصار إمام المحدسين وهو الذي أخرج لنا كتاب أعلام النبلاء سير أعلام النبلاء الكلمة لا تستهينوا بها أيها الأحمن هل تعلموا أن الإمام الشافعي في بداية حياته كان إماما في اللغة غير مهتم أصلا بالفقه بسبب كلمة واحدة من كاتب يقال له مسعب الزبيري لما وجده يتحدث في مكة باللغة والبيان قال له يعز علي يا شافعي ألا أرى مع هذه اللغة علما وفقها فقال ماذا أفعل؟ قال اذهب إلى مالك أطلب العلم على يد الإمام مالك في المدينة فرحل إليه وصار الإمام الشافعي يتعبد بفقهه ومذهب في نصف وحدها ما يربع مئة مليون مسلم بسبب كلمة واحدة لذلك أختم الخطبة الأولى أيها الأحبة وأقول انتبهوا إلى كلماتكم جيدا واعلموا أن الكلام الجيد شجرة مسمرة الظلال والثمار قال الله عز وجل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها سابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه قد أفلح المستغفر الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على نبينا الخاتم الأمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله والأصحاب ما لمع صراب وهمع سحاب وكرئ كتاب أتاك الهوى فافرح بأنك مغرم بحب النبي الهاشمي متيم فيا عز من يهوى الحبيب محمدا فأحمد أحلى العالمين وأعظمه أيها الأكارم كما قلت آنفا الكلمة قد تبني إنسانا وقد تقضي على إنسان الكلمة قد تبني إنسانا وقد تهدم إنسانا لذلك تخيروا كلماتكم أيها الأحبة الأكارم انظر عندما أرسل الله عز وجل نبيه موسى ونبيه هارون إلى جبار الدنيا إنسان يتدعي الألوهية ماذا قال الله عز وجل له قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى لذلك الله عز وجل قال لحبيبه النبي الأمين ولو كنت فظا غليظ القلب لن فض من حولك أيها الأكارم الفرق بين داعية وداعية الفرق بين مفكر ومفكر الفرق بين كاتب وكاتب الفرق بين حاكم وحاكم هو الكلمات والأسلوب فهناك من قال أدهش وهناك من قال أدهش وهناك من قال أوحش لذلك أختم لقائي بهذه الأبيات ونقف مع خطورة الكلمات هذه الكلمات تقول لعمرك لو أصبحت في دار منقز لما ضيم سعد وهو جار لأبياتي لعمرك لو أصبحت في دار منقز لما ضيم سعد وهو جار لأبياتي ولكنني أصبحت في دار غربة متى يعد فيها الزئب يعد على شاتي فيا سعد لا تغرر بنفسك وارتحل فإنك في قوم عن الجار أمواتي أتدرون ما خطورت هذه الأبيات هذه الكلمات قالتها امرأة يقال لها سعاد بن تموكز المعروفة في التاريخ باسم البسوس هذه المرأة بسبب الثلاث أبيات دمما أقامت حربا انظروا إلى خطورة الكلمات أقامت حربا استمرت أربعين سنة انظروا إلى خطورة الكلمات بسبب هذه الكلمات استنفرت حمية وغيرة العربية الساس بن مرة ده ابن خالط فقتل كليب بن ربيع كليب وائل معروف فقتله فاستمرت حرب بين قبيلة بني بكر وبين قبيلة بني ربيع من بني تغلب استمرت أربعين سنة مات فيها من مات مات فيها من مات كل ذلك بسبب خطورة الكلمات بسبب خطورة الكلمات لذلك أيها الأحبة انتبهوا عباد الله لحصائد ألسنتكم فاللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لحينا وميتنا كبيرنا وصغيرنا ذكرنا وأنثانا اللهم انصر المصدعفين من أهل غزة ولبنان والسودان اللهم تجاوز عن تقصيرنا في حقهم يا رب العالمين اللهم أزل لدينك أن يعود ولشرعك أن يسود ولكتابك أن يحكم في كل الوجود آمين آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر رشد لا إله إلا الله رشد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله